لكن فقرة الانترو في البداية طبعاً آخر المستجدد والإحصيات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا يمكن العالم كله تخطى الرقم مليون وخمسمائة ألف مصاب يمكن صباح اليوم السبت الموافق 11 إبريل بنتكلم في حوالي مليون وسبعمائة ألف حول العالم إصابات طبعاً بسبب موضوع فيروس كورونا لكن من خلال هذا العدد بنتكلم في 378 ألف فقط حالة شيء من خلال هذه الإصابة وأكثر من حوالي 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ما زالت طبعاً الدول الأوروبية بتتصدر المشهد هي والولايات المتحدة الأمريكية يليها طبعاً بعض البلدان العربية لكن في الخريطة التأثير بسبب فيروس كورونا خريطة التأثير ظهر بشكل قليل جداً شوية في القرى الإفريقية وفيه يعني اهتمام كبيراً من منظمة الصحة العالمية بهذا الأمر خاصة أنه يمكن الأمر ينتهي في بعض الدول وفي بعض القرات لكن في قرة إفريقيا لقدر الله لو تفش فيها الفيروس وبأرقام كبيرة هتبعى أزمة كبيرة جداً مش هتواجه القرى الإفريقية فقط لا هتواجه العالم أجمع خلال الفترة اللي جاية